سلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي رمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم إنا نستودعك ونستحفوك والدنا وشيخنا أبا محمد يوسف بن عبد الله القرضاوي اللهم اجعل هذا القبر روضة من رياض الجنة اللهم ذبته بالقول الثابت وألهمه الإجابة بالصواء اللهم وسع له في قبره ونور له فيه واملأه عليه خضرا ونورا وروحا ورحانا اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة اللهم اجعله بالقول الثابت يا أرحم الراحمين اللهم اكتبه بعليين وارفع درهته بالصالحين واخلصه في أهله بالغابرين وذبته بالقول الثابت يا أرحم الراحمين اللهم اجعله من الشافعين المشفعين يوم القيامة اللهم ابيض وجهه يوم تبيض وجوه مكسبة وجوه واجعل وجهه من الوجوه الناظرة الناظرة إلى وجهك الكريم وآته كتابه بيمينه تلقاء وجهه وامره على الصراط كالبرق الحاطف واظله في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك واسقه من حوض رسولك صلى الله عليه وسلم شربة نيئة لا يضمأ بعدها أبدا وثق الموازين حسناته وارزقه مرافقة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم اجمعه برسولك الكريم صلى الله عليه وسلم وبصالح هذه الأمة اللهم اجعله من مرثة الفردوس الأعلى من الجنة اللهم لقه روحا وريحانا ورحمة رضوانا وجازه بالحسنات إحسانا والسيئات عفوا وغبرانا اللهم إنه قد نزل بك وأنت أكرم منزول به اللهم فأكرم نزوله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقله من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وجيرانا خيرا من جيرانه اللهم اغفر له وارحمه وعافه وعفو عنه وأجره من فتنة القبر ومن عذاب القبر ومن عذاب النع اللهم إنه قد بذل وقته وعمره وكل طاقته لإعلاء كلمتك ونصرة دينك اللهم فتقبل منه ذلك كله بالمضاعف اللهم تقبل منه ذلك كله بالمضاعف اللهم اخلقوا بأهله بالخير اللهم بارك في أولاده وابناته وأحباده وذبريته وآل بيته وتلامذته ومحبيه وجميع أهل دعوته اللهم بارك فيهم أجمعين وأطلع مارهم بعده على طاعتك وذبتهم على النهج الوسطي المعتدل الحق الذي يرضيك اللهم اخذ بنواصيهم إلى الخير وألهمهم السداد والصواب اللهم يدب ما جعلت فيهم من العلم الصلاح والخير خالدا تالدا في الأعقاب إلى يوم الدين اللهم عوض شيخنا خيرا من هذه الحياة الدنيا وبارك له فيما ارتحل إليه وعوضه خيرا مما ارتحل عنه اللهم اغفر لجميع السامعين والحاضرين وكل من حضر جنازة الشيخ واغفر لهم أجمعين وارحمهم وأحلل عليهم رضوانك الأكبر الذي لا سخط بعده اللهم اغفر لكل من ذهن في هذه المقبرة من المسلمين والمسلمات وادخل عليهم النور والسرور في قبورهم أجمعين اللهم اجعل هذه القبور جميعا رياضا من رياض الجنة اللهم ادخل عليهم النور والسرور في قبورهم أجمعين يا أرحم الراحمين اللهم عوض أمتنا خيرا وخلفها بخير اللهم اخلف في أمته بخير اللهم اخلف في قضية فلسطين بخير اللهم اخلف في المسجد الأقصى بخير اللهم إني كنت أسمعه ويدعوك ويسألك أن ترزقه الشهادة على أكناف بيت المقدس اللهم وقد ثبت عن رسولك صلى الله عليه وسلم أن من سألك الشهادة مخلصا بلغته منازل الشهداء ولو مات على فراشه اللهم اكتبه من الشهداء الشاهدين المشرفين يوم القيامة اللهم ارفع درهته في الشهداء والصالحين اللهم ارفع درهته في الشهداء والصالحين اللهم ارفع درهته في الشهداء والصالحين اللهم اثبته بالقول الثابت يا أرحم الراحمين اللهم اثبته بالقول الثابت يا أرحم الراحمين اللهم اثبته بالقول الثابت يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين